استحق مستشفى صلاطن الأطفال المصري 57-53 الفوز بالمرتبة الأولى لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية بنسختها الثالثة من بين خمسة مرشحين تقدموا لنيلها من قرتي أفريقيا وآسيا هي ذكرى مستحقة لرجل عظيم أسس عمل الخير في البحرين والعالم لماذا استحق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية؟ لأنه ومنذ بدايات التأسيس عام 2007 ولغاية الآن استطاع مستشفى صلاطن الأطفال المصري أن يستقبل ما يزيد على 18 ألف حالة مرضية 72% منها استدلت طريقها نحو الشفاء التام والخلاص من أكثر الأدواء خبثا خصصت هذه الجائزة لمؤسسة من أهم المؤسسات في خدمة الإنسانية في المجتمعات كلها ومستشفى طبعا سلطان الأطفال في مصر من أبرز المؤسسات التي تخدم في هذا المجال أول حاجة الإخلاص لوجه الله ربنا سبحانه وتعالى وده الركيزة الأساسية للنجاح نممة اتنين ليس الأغز بالعلم إنما تطبيق العلم النقطة في 57 مش تحصيل العلوم إنما تطبيقها على أرض الواقع نممة ثلاثة الطموح وعدم التوقف عند أي مستوى نجاح أبارك أيضا للفائزين بهذه الجائزة ومستشفى مصر لسلطان الأطفال حقيقة وما يقومون به مكافحة مرض السلطان في مصر وأيضا لدول عربية حقيقة يشكرون على هذا الإنجاز فهم يستهلون هذه الجائزة مستشفى سلطان الأطفال 57-53-57 مؤسسة خيرية علاجية علمية متميزة على مستوى الوطن العربي ككل حققت نجاحا لافتا في علاج سلطان الأطفال لمن هم تحت سن الثامنة عشرة عبر اعتمادها واتباعها واستعانتها بأحدث الأساليب الطبية الحديثة اليوم في هذه الاختيار النسخة الثالثة كان لمؤسسة خيرية غير حكومية وأيضا هي مؤسسة وليست أفراد بالإضافة إلى كونها تنتمي إلى دولة عربية عريقة في الحضارة وعريقة في التاريخ وعريقة في الاهتمام بالتعليم والاهتمام بالطب معايير وشروط وأحكام نصتها وثيقة تأسيس الجائزة أبدع مستشفى سرطان الأطفال المصري في استفائها الأمر الذي أثبت استحقاقه للفوز بالدورة الثالثة للجائزة من بين خمسة مرشحين تقدموا لنيلها من قرتي إفريقيا وآسيا شيء خرافي ويعالجوا الناس مجانا وطبعا استقدموا كثير من الآليات الحديثة وفي أطباء مصريين تعلموا في أمريكا وأغلبهم يعملون بنصف السعر ما قد يتقضونه في أماكن أخرى فاستقر الرأي على أن نحن لا نرشح في الحقيقة نحن اقترحنا على مجلس الأمناء أن هذا نعتبره هو الفائز الأول عراقة الإسم وسموب معالم المضمون يؤكدان للمرة الثالثة على قدرة الجائزة في توسيع نطاق العمل الإنساني والتشجيع على تبنيه من قبل الأفراد والجماعات جائزة منحت لمن أتقن عصف أنشودة الحياة الحياة التي يصارع من أجل البقاء تحت سقف سمائها أطفال بعمر الورد حاصرهم السلطان الذي أدمع فيتهم دون رحمة لكن سقاية أبدانهم بماء الصحة ومعالجتها بالأساليب الطبية الحديثة مهمة تكفل بإتمامها صرح طبي مميز أخذ على نفسه عهدا أن يعطي دون انتظار المقابل لتلفزيون البحرين محمد رشادات